بالعاصمة الرواندية كيغالي أعلن صاحب الجلالة المالك محمد السادس الثلاثاء عن ترشح المملكة المغربية بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم لسنة 2030 وفي رسالة بمناسبة تسليم جائزة التمييز لسنة 2022 من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والتي منحت لجلالته بالعاصمة الرواندية قال جلالة المالك محمد السادس أعلن أمام جمعكم هذا أن المملكة المغربية قد قررت بمعية إسبانيا والبرتغال تقديم ترشيح مشترك لتنظيم كأس العالم لسنة 2030 وأوضح جلالته في هذه الرسالة التي تلاها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة السيد شاكيب بن موسى أن هذا الترشيح المشترك الذي يعد سابقة في تاريخ كرة القدم سيحمل عنوان الربط بين إفريقيا وأوروبا وبين شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه وبين القارة الإفريقية والعالم العربي والفضاء الأورو متوسطي وأضاف جلالته أن هذا الترشيح سيجسد أيضا أسمى معاني الالتئام حول أفضل ما لدى هذا الجانب أو ذاك وينتصب شاهدا على تضافر جهود العبقرية والإبداع وتكامل الخبرات والإمكانات ترجمة نانسي قنقر